اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعثتها التجارية الخامسة في جمهورية اوغندا ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات وذلك بحضور سعادة عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ووفد البحثة التجارية وعدد من الوزراء والمسؤولين الاوغنديين الشارقة في اوغندا هي محطة تجارية ثانية ضمن جولات غرفة تجارة وصناعة الشارقة في القارة الافريقية والتي انطلقت اعمالها في العاصمة كمبالا لدفع عجلة الاستثمار والتعاون البناء بمشاركة اكثر من خمس وعشرين منشأة صناعية وانتاجية وتصديرية طبعا اليوم نحن في اليوم رابع من انطلاق البعثة وذلك بمشاركة واسعة من وجهة الاعمال المحليين الترواح عدد الحضور لهذا اليوم يفوق المائتين شخص من قطاعات مختلفة للتعرف على اهم البضائع التي تعرض اليوم من دولة الامارات والتي نأمل من خلالها في تباتل تجاري اوسع على مكانت عليها في الاعمال السابقة علما بان التباتل التجاري مع جمهورة اوغندا قد تعدى المليار والمئتين مليون دولار في عام 2018 هدف البعثة تعريف الجانب الاماراتي بالسوق الاوغندي والكيني والاجتماعة الثنائية تهدف الى بناء علاقات تجارية بين البلدين وخلال الحفل وجه سعادة عبدالله العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة كلمة اكد فيها عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الشارقة واوغندا ليكرم بعدها عددا من الوزراء والمسؤولين الاوغنديين بدروع وهدايا تذكارية ارى ان دولة الامارات دولة متميزة جدا ليس فقط بالنسبة لاوغندا بل ايضا لاغلب دول العالم سواء على الصعيد الاقتصادي او السياحي او على كافة الصعود وها هي بعثة الشارقة تؤكد هذا الامر تعد البعثة التجارية الخامسة الى اوغندا محطة التقاء المستثمرين تحت منصة واحدة لعقد الصفقات بين رجال الاعمال الاماراتيين ونظرائهم الاوغنديين بصراحة اول مرة نشارك في البعثة وغرفة التجارة والصناعة كان باب جديد لنا عشان نطلع خارج الدولة اول مرة نشارك فيها ما صادف ان احنا قبل صدرنا لخارج الدولة ففتحوا لنا باب بصراحة جديد لنا وشيء طيب استفدنا من نواية خاصة في الاجتماعات الاولية اللي جربناها في كينيا والحين هنا في اوغندا اول مرة نشارك مع البعثة التجارية مع غرفة التجارة والصناعة وكانت فرصة صراحة لاتحولنا اياها ممتازة مشاركتنا في كينيا كانت فعالة وهلأ مشاركتنا في اوغندا كمان شايفين انه الحضور رائع ممتاز زيارة وفد الشارقة الى اوغندا تهدف الى التعريف بالمزايا الاقتصادية التي تسخر بها الشارقة والترويج للتسهيلات التي تمنحها الامارة للمستثمرين الاجانب لتمكينهم من اطلاق مشاريعهم واستثماراتهم بكل يسر تشكل زيارة البعثة التجارية الى جمهورية اوغندا محطة مهمة لالتقاء المستثمرين ورجال الاعمال لفتح افاق جديدة لكيل البلدين لاخبار دار محمد الجنيذي من العاصمة الاوغندية كامبالا اشتركوا في القناة